اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا اعرف ما يعمل حلو كتير دوري على الجهة الثانية جاهزة سهيلا؟ ايه جاهزة فكرة بالشي لما بتحبي تمام طولي بالك خليني ساعدك شكراً لك اذا ما سمعت لازم تضغطوا لا مو مشكلة يلا جاهزة؟ ايه جاهزة تمام معلش شوف ايدكي محمد محمد؟ استنى شوين تمام شكراً وهلّا بدنا نعمل اختبار قراءة نصلة وسمحتي عن جد؟ بلا عن جد برأيي ما في داعي لهيك شي أبداً محمد مو حلوة لا طبعاً في داعي أنا اخترتلك مشهد مقطع من الأودسا من هوميروس تمام ديجلي معناتها أنت حاوري بريهان خانم لو سمحتي لا ما في داعي لديجلي أنا بنفسي رح حاورها تفضلي لا ضبط الكاميرا هاي الورق مو مشكلة بنو أنت رائعة جداً شكراً بريهان خانم أنت هلأ رح تلعب شخصية الساحرة كيركي حولتي كل أصدقاء أودسيوس لخنازير و بدهم ياكي تموتي أنا هلأ أودسيوس يلا نشوف بدك تجي وتعتزري مني هلأ وتقنعيني موسيقى 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 إنان دي أنا ما ملجمًا أيرلك بزيقنا خلاص واقف نشازت أنا مو؟ شو نعمل؟ نرجع من الأول؟ طبعاً، بس لا تنسي تاخدي نفس عميء بالأول طمام هدي حالك طمام خدي نفس عميء إيه؟ لسه كمان؟ حلو كتير شي، تمام؟ من حالك، شكراً بركزanch للغنية، أركزا اوك يا تعم اوكي راح نعيد من الاول شو جاهزة؟ جاهزة برأيي كتير منيح انه صرحان اشتري الوكالة اي؟ صرحان شخص عنده خبرة يعني بيعرف منيح كيف يدير الوكالة لا تفهميني غلط ما عمقول انه امك ما بتعرف لا ابدا انا ما فهمتك غلط انت معاك حق بعدين صرحان ناجح كتير بشغلك اي؟ حتى برأيي انت كمان اتغيرتي بعد ما اشتغلتي معم عم تقول هذا الكلام بالمعنى الايجابي ولا بالمعنى السلبي برأيك شو؟ شكرا بيسان خانوا معنا تصوير مشهد خارجي خلينا نروح نجهز حالنا تمام بارش بيك محمد شان بديو احكي معاك بخصوص المشهد اذا ممكن تروح لعندو تمام ماشي انا برأيي سرحان رح يكون افضل لقيكو منشوف؟ بكرا بيبين مرحبا اهلين اخي؟ عيب عليك لك اخي شبك؟ هذا صار شغلي ولا حضرتك نسيان؟ سرحان بعتنا في عنا شغل صغير هون مشان هيك مريت حلو والله وشو هالشغل هاد حتى ما خبرتني انك جاي والله هاد المجال هيك يا برو الشغل صعب متل ما بتعرف صحيح انت بتعرف اكتر مني ايه انت شو عم تعمل؟ بدك تشوف هلا دجلي اليوم؟ ما بعرف ما عم نقدر نلتقي عم يشتغلوا كتير ايه منيح زي ما بدك تشوفها مره على الحارة انا مريت مبارح وكلون عم يحكوا عليك ها؟ عم يقولوا انك نسيتهم فكرة كتير حلوة تمام انا بمر المسا ايه منيح تمام يلا باي هاي مسحة يا ابدا طيب ماشي معناها انا ليش بدي اعتذر منك؟ الكل بيعرف اني حولت كل الناس لحيوانات كل اليونان مو هنن لحالهم انتي تعنتيني من ظهري وهدول كانوا اصدقائي وانا شو بيعرفني؟ معناها كان لازم تعمل لهم قبعات خاصة فكرت انه هدول سياح عم يتجولوا بالمنطقة مشان هيك حولتهم لخنازير برية صغيرة وحلوة لهيك ما رح اعتذر من شان هيك انا رح اقلك انا بكون البطل وانتي عندك الاول حتى تأذيني فيا انا آلهة يعني انا بنتصر دائما من زمان كتير ما عملت هيك شي بس انبسطت والله عن جد شكرا على فكرة ما خلصنا وهلأ لازم تعتذري مني محمد بيكفي لا ما بيكفي لميس المفروض هي تعتذر مني اوكي انا ناضر ناضر اعتذارك خلص بيكفي هيك تفضلي بريهان خانم خليني اخذك على غرفتي بنشرب شي سخن انا عفوا لو سمحت ممكن انا يلي بقرر هذا الشي حاليا يلا اعتذري مني اه ما فهمت نحنا هلأ عم نعمل ارتجال يعني؟ ايه طبعا ارتجال طبعا اكيد ارتجال لو سمحت فيك تعتذري مني هلأ بيكفي بيكفي هيك ما في داعي للمبالغة اه فضل انا سمعت عنك امور غريبة كتير ما سمولة هالدرجة انا مضطرة اني يمشي ما فيك تنجح وتعلب الدعس على الاخرين مشان هيك لا تآخذني ما عاد اقدر اسمحلك تتابع بهالسخافة اكتر من هيك شو صار؟ ليكون انزعجتي مني؟ هم؟ الليلي عجبك شعور الرفض؟ انت عم تنتقن مني ولا شو؟ لا استغفر الله انا بفضل سمي هالشي كسرت قلب انتي كسرتي قلبي بالماضي ممكن حضرتك تكوني نسيتي بس انا هالشي ما بنسا بحياتي ما فهمت انا امتى ممكن كون كسرت قلبك؟ ممكن تفهمني؟ خلاص لو سمحت بيكفي هيك بقى ما حلو بارهان خانم انتي كنت بطلة حياتي انا كنت اعشائك انا كبرت مع افلامك كتبتلك رسائل حب بعتتلك اول سيناريو بكتبه بحياتي تتذكري شو عملتي بوقتها؟ تتذكري كيف حقرتيني بالايميل يلي بعديلي يا حضرتك ولا نسيتي؟ ايميل شو؟ بكفيك زالت القصة عن حدها لحظة سيراج لحظة شوفي انا ما فهمت شي بارهان خانم قبل اربع سنين محمد بعثلك سيناريو الحب المستحيل اول سيناريو اللي قلو بحضرتك رفضتي لا انا ما عندي علم بهيك شي انا ما اخدت لا سيناريو ولا شي سيراج انت عندك شي بتحب تقوله بهالموضوع؟ يعني لو انه نحنا اخدنا هيك شي كنا تذكرنا صح حكي؟ ام شبك؟ هذا زنبي زنبي انا بريهان خانم ما تواخذوني شو؟ وقتا انا كنت ببداية شغلي بايكو وما كنت افهم بالشي بنوب وكان لازم اكتب تقرير وبعدا اجي سيناريو الحب المستحيل السيناريو مختلف وما فهمت منه شي بالمريا يعني بريهان خانم ما قرأت هذا السيناريو ابدا انا يلي بعت الإيميل بي اسمه بعتزير منكون بتمنى تسامحون ام اه 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 ارد دوردو جزلري ما بكلدي كنلار ججلار ينزدم ويو يمدم دوم دوم قلدو هجلار كال خلاص وقف تسجيل ماشي شو؟ تمام؟ مش الحال؟ ايه هيك بالنسبة إلنا ممتاز هيك بس؟ ايه حاليا هيك بيكفي تمام سيفلي هاد المقطع وخرجوا ويف وبعتليها نحاول قطعهم من أول وجديد ايه تمام برافا هالكتير بتجنيت هان جدعم هان جدعم ها كان زريف كتير ما هيك؟ يعني هيك بلعادة اللي بيشتغلوا بيهالمهنة بيكونوا صارمين كتير بس ها كان ودود هم هو هيك؟ هو بيعطي أريحية زيادة جلال انت ما فهمت شي غلط ما هيك؟ يعني ما في شي من اللي ببالك لا يا روحي ليش لحتى أفهم غلط؟ أنا ما فهمت شي غلط أبدا والله أنا ما كنت بقصد شي سيء بكلامي لا شبك؟ وأنا عن جد ما أخدت كلامك بمعنى سيء تمام؟ ها هاي توبة عم تتصير خير إن شاء الله ايه توبة أهلين؟ جلال صار معي شي سيء كتير لازم تجي لعندي فورا شوفي وينك انت؟ هلأ راح أبعط لك الموقح تمام بس إليلي شو صاير معك؟ شو عاملة حادث يعني؟ لا بس تجي بتشوف لو سمحت تعالي بسرعة تمام تمام يلا يلا جاي شوفي؟ ما بعرف عم تقول تعالي بسرعة يلا فورا نروح أنا باخد تاكسي وبرجع على الوقات أنا كنت حابة بوصلة لا لا بلا ما تتأخر خلاص بشوفك تمام تمام تبهمني على حالك إيه؟ وإنت كمان باي محمد ممكن تنتظر شوي لو سمحت الأمور كلها صارت مثل ما بدك وعرفنا شو أصل القصة ممكن تطلع على الموضوع من الناحية الإيجابية شوي لو سمحت شو صار لك؟ إيه ممكن اطلع ليكني عم اطلع بس ما في شي بنوب ما في شي إيجابي أبدا فيلمي الحائز على أهم جائزة دهبي ينرمى قبل السنين بسبالي هذا هو الطرف الإيجابي؟ ولا بتحبي اطلع من ناحية إني كسرت قلب المرأة يلي كنت معجب فيها طول عمري؟ عن جد غريب غريب كتير يا لميس سمحيلي اطلب منك إني فكر شوي لو سمحتي أو حتى إذا ممكن عطيني إذن لآخر عمري لحتى فكر بهالشي اللي صار معي ويا ريت ما تتصفيني أبدا بريهان استني لا تلحقني سيراج بريهان اسمعيني عم قللك لا تلحقني بس لحظة لا تلحقني إذا بتريد طيب خليني اشرح لك ما في شي ما بيلتقاله حال عن جد بحبارك لك على شو؟ على أنك قدرت تمنع لقائي بمحمد خلال يومين الماضيين طلع أسلوبك قوي كتير ولا تتصل فيني لحتى أتصل فيك مرة تانية مع أني بتوقع أنك تظل ناطر لآخر العمر ايه أنا نازلي ع الدرج دجلي دجلي بتخبيت وضحي لنا شي يا ترى؟ ايه طبعا بحب أكيد أنا حاولت لف لف القصة مو أكتر من هيك بس أنا لازم أطلحها لأ فورا أنا لحق تصوير أمير مثل ما بتعرفين صار الوقت وما بدي يتأخر شوفي يا جماعة شو عم بيصير؟ وأنا كمان بدي أسأل نفس السؤال شو عم بيصير؟ ايه كأنك عم تستجوبنا؟ شو ريك أكتب لك مذكراتي؟ سيراج إذا ملاحظ أنا مالك الوكالة ومن حقي أعرف شو عم بيصير بخصوص الممثلين إذا الوكالة إلك فالممثلين لقي لي لا تدخل بشغلين إذا الأمور ما مش هتم نيح بتدخل وأنت أكتر واحد بيعرف الشي بعد إذنك بدي أرجع على الشغلين ما معي وقت ليلات هالشي بيسعدني لأنه إذا الأمور ما مش تمنيح أنت رح تمشي عين اللي بيطلع بإيدك ساوي برجلك أعمله معروف تعالوا شوي على غرفتي بدنا نحكي مع بعض تفضل تعدت اليوم والله يا تولين ليش الكذب؟ أنا مبسط لأنه دجلة ما تقدمت على المقابلة بصراحة ليش بقى؟ لأنه لو دجلة قدمت ما كان في قدامي فرصة لأنجح مشان هيك بس هيك بنوب ما بيصير يا أيمن لازم تكون ثقتك بنفسك كتير قوية أنا واثق من حالي شو علاقة هالشي يا روحي؟ بس بالنهاية دجلة هي بنتي تكين دي جنجيلار رح يختاروها أكيد بس ما حدا بالوكالة بيعرف هالشي مين بيعرف؟ والله ما تسقي بهالشي كتير أنا ما عاد عم بعرف بهي الوكالة مين بيعرف ومين ما بيعرف بهالموضوع أنت عم تحكي هالحاكي يا أيمن؟ أنا ما نسيت خيانتك ما نسيت ابنوب أنا هلأ هديت سرحان وحليت الموضوع بس ما بيعرف طبعا قديش ممكن يستمر الوضع هيك يا شباب لو سمحتوا شو عم يخطر ببالكم لحتى تحلوا مشكلة محمد وبريهان لحظة أنا قبل كل شي في عندي سؤال ضروري ما عم لقيله جواب دجلة ليش ساوت هيك؟ يعني هي ليش نطت هيك فجأة وقالت أنا اللي عملت هيك؟ هذا اللي ما عم بفهمه هي حاولت تنقذ الموقف بس ليش؟ شو بتعرف بخصوص هذا الموضوع؟ بجوز لأنه شافت الجو توتر لا تشلف تشليف هيك سيراج يعني يا أم عم تعمل شي بالسر يا أم قصدك هي الجاسوس لا مو هيك مو أصدي إنها جاسوسة بس بلكي سرحان لعبان بعقلة بشي طريقة لا لا ما عم تي هيك شي يعني هي تصرفت بطريقة غريبة لما كنا عم نسق اللقاء مع محمد وحاولت إن تمنعه بأي طريقة لأنه أنا طلبت من دجلة تساعدني منيح مشي الحال؟ هذا السيناريو أنا كاب بيته من أربع سنين بالإسبالي والبنت حاولت تساعدني بس ليش؟ يعني بيوجود توليم معك أنت ليش لحتى تطلب المساعدة من دجلة؟ طيب فهمنا ولاش دجلة لحتى تعرض حالة للخطر؟ يا мечان أليكوا إجاء، يبصر أليكرو؟ ماذا؟ شباب؟ انتو شو عم تعملون؟ جلال بيك مرحبا كيفك؟ توبة خانوم جوا انت جاي كرمالا؟ توبة عم تعمل عملية التجميل مظبوط هالشي؟ لا يا روحي انا مالي علاقة انا جيتم شان شي خاص فيني تماماً توبة مال علاقة ابداً انا اصلاً اتفاجأت فيكم لك انتو شو قصدكن الواحد وين ما راح بيشوفكن؟ باي خدا مني والله انا مقدمعت حكا شفتي شو قال؟ اسمعتي انا هيك رئيس معني؟ رح يطلع معنا خبر مهم كتير خبر متى القنبلة يفجر يلا ليكني رح ابعد الخبر فوراً لك رحزن رحزن انتو بتكون تبهدلوني؟ انتو بتكون تخسروني شغلي؟ كله بسبب كون لك انتو ما بتفهمو توبة روئي شوي توبة توبة انت شو عاملة بي حالك؟ هار؟ كله بسبب هاد اللي مسمي حالو دكتور لك انا عندي تصوير بعد يومين انت بتعرف هالشي؟ عندي تصوير بعد يومين انا كيف بدي صوير؟ توبة 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 طولي بالك طولي بالك تمام توبة تمام اهدي اهدي رح نحلل الموضوع اهدي شوي اهدي بس فهميني انت من وينك شهر مكان بجلال فتلت كل المحلات المنيحة اللي بعرفة بنشان تاشي واحد ورد تاني تواصلت مع الكل الفخمة والمنيحة واحد ورد تاني بس ما اقدر تفوت عليهم ليش؟ لانو الصحفيين متجمعين على البواب ناطرين ايا خبر لحتى يكتبوا عني وبعدها انا اجيت لهون وانتبه انن لحقوني لهون شوف على هالحالة لوصلت الله شوف شفايفي بلكي بقيوا هيك بلكي ما مشي الحال بدي ابقى هيك لاقي لي حل فوراً زلال عم يوزعوني كتير زلال لاقي لي حل للموضوع ايه تمام تمام توبة خلاص اهدي اهدي رح نصلح لك شفايفيك تمام خلينا نطلع من هون بس نطلع من هون وبعدين منصلحون تمام لا تحكي كيف بدنا نطلع والصحفيين قدام الباب قللي اه شفتون ايه شفتون ايه شفتون انا كمان ما بعرف كيف بدنا نطلع بس بدي فكر بدي لاقي شي طريقة لكن هون في شي باب خلفي اه لا ايه طبيعي نشكر الله انه في عندكن باب اصلا انا طلبت من دجلة تساعدني لاني بعرفها بعرفها من زمان كتير من قبل ايغو يعني من قبل ما تشتغل عنا عفوان شو؟ منشان هيك انا طلبت مساعدة لاني بعرفها ما رح تخزلني بنص الطريق وانت انت كنت ناوي تخبرنا بهاد الموضوع سيراج؟ بالوقت المناسب ضليت الشهور شهور كاملة عم تكذب علي ومو لحالك انت وياها كمان دجلة كان بدي تفوت بي جهودها وتثبت جدارتها وليكا نشحت ما شاء الله عليها انتو عمليا استغبيتوني فعلا شو هالمسخرة؟ ليكي كان لازم خبركم ما توقعت هاد الشي منك اوف يعني ما كان لازم تمشي الامور هيك بس هاي مسؤوليتي يعني اذا في حدا لازم يمشي من الوكالة فمو دجلة انا المحقوب طول بالك شوي شو عم بصر الكون ما حدا منكن رح يروح اذا اضطر الموقف انا بحكي مع سرحان الشي المهم هو انه انتو كيف بتكون تحلوا موضوع محمد وبريهان كيف بتكون ترجعوهم ركزوا عه الشي شكرا شكرا عجد شكرا كتير انا احساسي عم بيقلي انه فيه شي تاني رح يطلع لسه من ورا هالقصة يا سيراج فضل سرحان بيك فوت ايمن مرحبا اهلا وسهلا اهلا فيك مو هالأساسي يكون فيه حدا تاني معك بالمقابلة طلعوا الكلمة شغولين باخر لحظة اذا بتحب من اجلة لوقت تاني لا لا ما في داعين اجلة سرحان بيك معنات انا رح فوت بالموضوع مباشرة اه اول شي انا كتير بتشكر حضرتك لانك منحتني هاي الفرصة الزهبية ايمن ليك فيك تاخد راحتك معي مو نصيحة ااخد راحتي لان وقتها حتندم ما رح اسكت ساعتها طيب معناها خلينا نبدأ تمام برأيك شو هي اهم ميزة لازم تنوجد بمدير الاعمال اهم ميزة لازم تنوجد بمدير الاعمال برأيي هي القدرة على ادارة الازمات لانه بالنهاية شغلنا بيقوم على ادارة الازمات متل ما بتعرف الممثلين ما بتخلص الازمات اللي بيتعرضو لها صحيح وشو كمان ادارة حياتهم الشخصية نحنا عم نشتغل مع النجوم بالنهاية صحيح هاي الاشياء اللي قلتها صحيحة بس بتعرف شو هو الشي المهم الاسرار ايه لانه نحنا شغلنا هو ادارة اسرار الممثل ايه صحيح سرحان بيك مظبوط كلامك يعني انا خلال الفترة طويلة اللي اشتغلت فيها هون سمعت اسرار كتيره مثلا انا عن جديد عرفت مين بيكون ابو ولا دجلة ما كنت بعرف انا كمان عرفت عن جديد سرحان بيك حتى اني انزهلت كتير صدقني اذا الصحافة عرفت بها القصة منتبهدل كل اياتنا ايه طبعا ما منخلص من لسانهم ما منخلص معك حق لانه شغلنا هو ادارة الاسرار وانت يا ايمان واضح انك بتحفظ السر ما قلت لحد ابنه برافو لا ولو هادو اجبي ايمان ايمان تعال اه سرحان بيك جلال بيك بعث لي رسالة عم يقول انه في شغل مستعجل كتير برا بقدر اطلع ايه طبعا منتابع بعدين فيك تطلع ايه بمعناته شكرا لك بتشكرك من قلبي عافو نهارك سعيد اوه ياللا شو هاد يا الله شو هالنظر هاد يا ربي شو هالحالة هاية توبق خلص خلص هلالة حاجة تطلعي بالمرأة انا بعضك راح صليح لك شافيفيك وعد خلص هاهاها ايمن اجعل اغلب اه لو سمحت يا عزلال كيف بدنا نطلع من هون عم يوجعوني شفايفي فوق ما تتخير تمام يا حياتي أنا فهمان عليك انتظري انتظري يهدي شوي هلأ بيجي أيمن وإلا ما نلاقي حل في عندي موعد معزبوني سائحة شوي تاني رح أرجع لكم فورا تفضلي طيب لو سمحتي تعطيني اسمك ها ايه جلع البيت أنا وصلت لكني واقف على رأس الشارع ها ايه تمام تمام انتظرنا تحت ايمان أنا رح انزل معتوبة وانت حاول تشتت من انتباه الصحفيين حاول تعمل شي شو بدي أعمل جلع البيت ما فهمت ما بعرف لاقي أي شي نحنا رح ننزل لتحت يلا بسرعة يلا تمام 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 باي باي شو بدي لاقي أنا ألا لاقي شي لاقي شي شو بدي لاقي يعني ما فهمت شو أعمل ألا شو أصدق شو بدي ساوي شو الوردة طلع لهونيك ليك طلعت مو هي 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 المرة اللي فاتت قبل شوية بري انسات بشارع الورد تمام تمام خلص سكر سكر جاي لعندك يلا جاي باي سمعته شو عم يقول عم يقول انه بشارع الورد لك انسى توبا الساطة بالجوز تاخد ساعتين ثلاثة خلينا نروح على شارع الورد يلا بسرعة يا بنات يلا بسرعة تعال تعال في سائحة فوق انت اهتم بالسائحة تمام انا رح روح معتوبة على مركز تجميد وبعدا انت بتجي لعنة وبتاخد لتياب وبترجعن لهون وبترجعن لتيابي اللي هون لعنة وبدك تشتكي على هاد المركز ايما نشتكي على هاد المركز لأنه نولاد حرام شو أعمل يعني جلال به الله يلعني فليس عمل اي شي خلصني بسرعة يلا امشي 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 عم تحفظون ما؟ شو رأيكم انتقل اللباس تاني؟ اي اي لو سمحت رح جهز اللباس فورا تمام امير طالحي كتير حلو كريزما حبيت اللبس كتير شكراً له تسلمي بالمناسبة باتوان بيك بلش يضغط علينا عم يقول اذا ما استعجلنا شويفا هو مضطر نقول العرض لمرشح تاني فهمت عليك دجلة فهمت بس هالقرار مو سهل ما بقدر ادرك كل شي هون وروح ما قدر الوضع معاك حق انا كمان لو كنت مكانك كنت لقيت الموضوع صعب مثلك بس هاد الشغل مهم بالنسبة لك انا ما عم احكي معاك هيك بس لاني اشتغلت معاك انا عم احكي معاك بصفتي صديقتك بصفتك صديقتي شكراً امير اسمعني كل المواصفات المطلوبة عندك انت واسيم كتير وموهوب وشاطر وعندك قلبي بيسودني انا ما استغربت ابداً يجيك هيك عرض لبقى تفكر فيه اكتر من هيك ممكن لازم تقبل هاد الشغل مهم كتير اليك هي فرصتك للعالمية نعطرك مستقبل مهم كتير وصاق فيني امير باك صار لازم تلبس لو سمحت يلا انت عم تنصحيني بالاكسيجين ايه؟ والله انا السنة الماضية عملته مرة بتصدقي جلدي صار طري كتير مو معقول طبعاً يا روحي طلع فيني انا محاطة مكياج بنوب بس جلدي عميل معاً يعني بخيف تأثيره بعدين صحي بيوجع بس بعدين بيصير الوش متل البابي والله يا بنات اذا بتكون رأيي مافي احلى من تلوين الشفايف ما بينعرف انك عاملي شيء ابداً طلع فيني برأيك فيه شيء؟ مافي وارجيني؟ عنجد يا بني طالع حلو كتير عنجد؟ شوفي شوفي تعالي شوفي هذا مثلاً شوفي الحشوة شو طالعها زيالي شوفي ايه مضبوط مو حلوة بني حتى تحت عيونها مو ظريف بالمرة مو حلو ايمان ايمان تعال 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 اه عانا زين كون شوي هلأ برجع استنموني ايه اجيت جلع البيك تفضل حبي انت عملت متل ما قلت له ايه عملت جلع البيك اخدت له تياب للمرة وبعدين طلعت منهنيك صاغ سليم من دون ما يعملوا لا اي شيء وبعدين اشتكيت عالصالون لو يزارت الصحة واليوم او بكرة بيسكروا ها منيح برافو هلا اصلاً توبة عم تعمل شفايفة بس خلصيت ام نطلع مع بعض من هون انت مع هيك عمل لك جولة تحد اطلع يمين وشمال شوف اذا فيش حدا مو ناقصنا علاقة مع الصحفي ايه لا تعكل همج القلبيك ترك القصة علي ايه يلا تمام شو مع مين اعاي؟ بنتين ما بعرفهم ايه طيب من بعد زمان يا جلال شو كيفة؟ منيح انت كيفة؟ انا منيح كتير شو مين جاي بنا هالمرة؟ هاي المرة جبتلك توبة عملي عملية لشفايفة وما عجبوها هلا الطاقم تبعك بيزبطولة كل الموضوع ماشي؟ والله شغلك متعب كتير مبين عليك انك مرهق اصلاً كيف؟ مبين من تعبير وشك انك مرهق اطلع على الضو شوي اوه شبينك وتجعيد العين سيئ وضعك والله سيئ ايه سيئ ايمن ها؟ لا يا جلال بيك برأيي ما انو سيئ ابداً بس اذا منعمل لك ماسك مثلاً رح يفيدك اكيد مشان التجعيد اللي عنده عيونها انا بحبهم هيك ايمن بحبهم هيك بس يا جلال بيك روتوش صغيرة ما بتضروا بتعطي نتيجة اخي انا بحبهم هيك ما عندي اي مشكلة فيهم رح تحس بشعور ظريف كتير يا جلال تصغر بالعمر ايه تمام اذا عندك مشكلة فيك تتراجع لا لا شبهك خلينا نجري بليش لا ايه وينهم لميسوا سيراش بعطوك انت بدالهم وكأنه اجتماع اولياء الامور بس بتعرف هدول كان عندهم اعتزاز بنفسهم متلك عالقليلة يعني انت بعد كلامك اللي حكيته بالاجتماع كيف بدك منهم يجل عندك ويقولولك نحنا خسرنا ممثل وخسرنا مخرج كمان بس انا متأكدة انهم رح يرجعون لهون لعندك فريدة كرمال خاطرك عندي رح اعطيهم يوم زيادة بس اسمعيني يوم واحد بس تمام انا اصلا كنت عرفان انك رح تقبل انت كمان من عيلتنا منشان هيك لا تاكلهم لميسوا سيراش ما رح يتركوا هاد الموضوع قبل ما ينحل بتشوف ايه فريدة ام نعم اه في شي انا ما فهمته بهي القصة شو؟ يعني دجلة او بالاحرى مساعدة لميس ليش تحمل الزم كرمال سيراش ما فهمت ابدا والله وانا كمان ما فهمتها بس بعدين عرفت انه دجلة صديقة قديمة للسيراج بس منشان ما يبين انه في واسطة ما حسسوا حدا بالموضوع اه يعني البنت عملت كل شي عملته بجهدة يعني لازم نقلها برافو برافو اذا هيك تمام فريدة شكرا شكرا إلك انا واسق من حالي شو علقت هادا الشي يا روحي؟ بس بالنهاية دجلة هي بنت يا تيكين دي جنجيلار رح يختاروها اكيد هل عرضت شغل على دجلة؟ اه الظاهر قوصلك الخبر بصراحة يا ريتك استشرتنا بالأول على العليل اي انا؟ يعني بصراحة ما حسيت انه في داعي لانه لميس قلعت دجلة اه عالو؟ يا تيكين مرحبا كيفك؟ اه انا سرحان تهتجي شكرا شكرا وانا منيح اه اتصلت فيك حابب اسألك سؤال فاضي يا ترى؟ مثل ما بتعرف انا اشتريت وكالة ايجو شكرا شكرا قللك تسلم انا كنت بدي احكي معك بحصوص دجلي دجلي مساعدة لميس اي اي مظبوط بالضبط هيك انت عرضت عليها تكون مساعدتك مفهوم بس لا تأخذني هي ما فيها تقبل عرض العمل تبعك تمام معناها منحكي يلا باي باي لا هلأ ما طلعت اي هلأ بتطلع زلال زلال شكرا كتير ايها شكرا كتير لك لو ما كنت موجود انا شو كنت رح اعمل ولا وشو هالحكي شفتيش لو انصارو شفايفك حلوين الحمدلله ع السلامي يسلمو يا روح الحمدلله ع السلامي ليه كتوبة ممنوع تتكرر هيك حركات مرة تانية شو معقول لا ابدا اهه بدي اسألك امبين على وشك كتير ضاوي شو عامل بحالك حكيلي لا لا شفت سمعت ابليس هلأ رح يحطولي مطري والجلسة ما بتطوي ما رح اتأخري عليكم نطلع سوا من هون اتفقنا تمام تمام يا روحي ناطريني حلو كتير حلو حلو ها منيح طالح حلو ايه منيح كتير حلو ايه ممتاز تمام ايه هاتي لشوف احكيلي ليش عامت دافي عن سيراج لم يز خانم انا عملت هيك مشان ما نخسر بريهان خانم حاولت ساعد بعد زير ايه بس نحنا هلأ خسرنا بريهان خانم ومحمد بيك فكري لشوف نحنا شو منقدر نعمل مشان نرجع محمد لا تعكليهم انا رح لاقي حل رحل القصة ورح صحيحة الغلاط بتشوفي كوني واثقة رحلها دجلة نعم تعالينا هون قال انتي بتعرفي سيراج من قبل مزبوط حكيو ايه مزبوط لميس خانم اصفة انا ما قدرت قلك بتمنى ما يكون في سبب تاني خليك تسادي لا شو بده يكون في يعني اذا حابت تشتغلي مع سيراج اقولي لا شو هلحكي ما في هيك شي معقول منيح عيوني رح يضلوا عليكي تمام اشتركوا في القناة يا الله انا رح حل قصة تشوفتك كيف رح يصير الشي رح اخذك على مكان ما حدا يشوفني فيه كممثل امم انا كأني شايفتو هالمشهد من قبل بدنا ناكل بوزة لا لا في شي تاني ببالي اذا ما في خطر يلقطنا حدا اذا عم تقولي انه ما بتجيبي لميسمعك ها 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 ما في شي با يلا خلينا نروح يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوه لوين اجينا نحنا خرجيكم موقع تصوير ايه يعني ممكن بيتصور فيه مسلسل او فيلم بس هي الحالة اصلية مية بالمية حالو كتير اوه اه اه اشتركوا شوكولات شوكولات شو انتوا اصلا ما بتشبعوا من الشوكولات شو بارش مجاي على بالك تلعب يا ابني المرة الماضي كم قول اكلوا معقولة يا عيدة؟ خلص لو ما معي ضيفك انت ورجتكن اللعب على أصولك بارش انت قلتلي انه هون ما حدا بيعرفه انا ما قلتلك ما حدا بيعرفني قلتلك ما في حدا بيعرفني كممثل اه بارش شو شايفتك هون؟ اه خلص شو بتدك انت كنت عايش هون؟ اه انا ولدت وتربيت هون اه معناها انت عم تجي وتروح بشكل دائم لهم اه بيجي طبعا اصلا ازا مرة اسبوعين ما اجي بيضايقوني ما كنت بعرف ابدا شو هو؟ يعني ما كنت بعرف انه لساتك الهلأ بتجي لهون اوه بارش ليش مخفف لبس هايك هلأ بتبردوا لا تتمشوا هايك هون بردوا هلأ منشرب شاي صخنة ومندفع طيب تعالوا وين رايحين؟ اه اكيد منرجع بعدين وبعرفت عليك اه اتعالوا فضلوا شربوا معنا شاي باي باي اه انا ما بخبر حدا عن هايشي ابدا دجني هاي اول مرة بخبرك انت لانك بتعنيلي انت ما بتعرفي اني انسان طبيعي يعني بروح مع الشباب وبشوف هون يعني منلعب طاولة زهر ومنعيش حياتي الطبيعية انا بحبه كتير لهي العيشة ما كنت بعرف ما كنت ناقصني غيرك خير شوفي سرحان؟ مساء الخير يا سيراج لازم تجي على المكتب فورا في موضوع مهم كتير لازم احكي فيه انا وياك ما عندي وقت بتظهر لبكرة انا لو كنت مكانك كنت اجيت فورا لا تقول ما حذرتك بانتظارك موسيقى موسيقى يالله صبقته بعده هاهري اسمعي راح دوقك بتي فور التفاح اللي بيعملها العام سيرجو كتير طيبة عنجي عام سيرجو؟ اه لاكم انت هون شو مجدد الدكانك شددنا región شددنا اهلا وسهلا شو مجتهلة بتي فور التفاح اي والله هي بس هلمر رجبتلك معي ضيفي اليسا عمدحلى عن البتي فور مرحبا مصدر خير مرحبا اهلا وسهلا فيكي اهلا فيك والله محظوظين كنت راح سكر رح جيب لكم بيتي فور وكاستين شاي وفوت ضبت جوا شوي شكراً كتير إلك لا تعكلهم نحنا ممطولين كتير أصلاً عدوا على راحتكم بدك بعطيك المفتاح بتسكروا الباب وراكم بس أنتوا اللي بتكن ترتبوا الطاولة سلام تمام مدتباً شو حلو هالمكان ودي كورو بسيط كتير عجبة من قبل كان غير هلأ مجددو بس مع هيك لساته مبين قديم حلو كتير الخال سيرجو مزوئ ييليك وجابه شكراني سلم إيديك صح وعافية دو إيلي ياه معناها ريح أأكل ريحة حلوة كتير وطعمتها بتجنن ليش عم تضحك شوفي أنت بتعملي هيك أصدر شو؟ هاي المرة حلاوة سكر بودري هادول طيبين كتير مني حيالي جبتني لهو للحقيقة البتيفور كان حج بس أنا جبتك لهون مشان شوفي كيف يعني؟ يعني بدي ياك تشوفي باريش بالحال القديم يعني الحار اللي كنت ألعب فيها الخالات اللي كانوا يهتموا فيني العم اللي كنت أكل من عنده حلو وبيتيفور بمكان بعيد عن الشغل هو بعيد عن الصحفيين بدي ياك تطلعي بعيوني وبس مساء الخير يا جماعة نعطركم كلكم على الساعة تسعة ومص بإيجو في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه قاصفة مو بإيدي بس أنا لازم روح فورا بس بس خير ش بدك مني؟ ليش طلبتني بها الوقت؟ ما طلبتك لحالك طلبت الكلم وليش؟ برأيك ما صار الوقت يلي لازم توضح فيه بعض الأمور؟ أي أمور أصدق؟ ما بعرف هذا أنت اللي بدك تقوله قريت ما تحكي معي الغاز ممكن؟ سيراش ليك أنا بعرف بموضوع يتكين يعني أنتوا ليش كذبتوا هيك كذبة أنا ما بعرف بس المتأكد منه هو أنه دجلة ما لبنت يتكين وإذا هيك قصة بتنفضح ليك أنا ما بدي فكر بيك موضوع أصلا أنت بتعرف منيح قديش ممكن تنضر وكالة إيجو ما؟ وهلأ عندك خيار من اثنين يا بتحكي حكاية هاي الشنطة يعني كيف تقلعتني من إيجو يا أما بدك تحكي لش كذبت هاي الكذبة مع دجلة معك عشر دقائق لتقرر الكل رح يكونوا ناطرينك جوها ليك أنا لسا لا هلأ ما قدرت أنجح بأي شي بها الحياة متل العالم والناس عم جرس وعم اتعب وكتير بدي أني كون ناجحة بس مو بهالشكل هاد أمي علمتني أني كون إنساني مني حاقب الكل شي أنا بالعادة بحي المشاكلي لحالي ما بجي لعندك أنتي عملتي الصح الغلط غلط كان لازم أحكي من الأول كان لازم أقول إنه أنا عندي بنت بس ما قدرت أحكي مشان هيك وصلنا له لو أني ما اتدخلت أنت كنت رح تحكي مو هيك؟ كنت رح تقول إنك بابا؟ ياريتك ما اتدخلت كنا ارتحنا اتنيناتنا من الحمل معاك حب بس بصراحة أنا ما حبّت حطّك بوضع صعب نتيجة هيك غطأ وحملك المسئولية ما طاوعني قلبي موسيقى 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 أول شي أنا بعتزل منكم كتير لإني جبتكم بهذا الوقت بهي الطريقة لا تواخذوني يا جماعة أنا شايف إنه صار وقت تكشف الحقه مشان هيك جبتكم سيراش رح خليك تحكي انتهى سيراش شو عم يصير؟ طيب إذا اعترفت وقلت إنه أنت شو ممكن يصير؟ نخسر الاثنين مع بعض تعرف شوي ممكن لازم نقدم هيك تضحية وندفع التمن لحتى نتلافق أخطاءنا يلي عاملينه لحتى نقدر نكمل طريقنا هاد التمن لازم ندفعه سيراش ما في مشكلة مع هيك؟ انت كتير عم تخوفنا يا روح؟ لا تخافي فريدة أنا منيح لا تأكلها الأمور كلها روح صار حال معه حق الموضوع صار مفاجئ شوي بس فعلا صار الوقت صار لازم بين شوية شغلات لأنه طولت كتير ومعد في داعي تضل سر بعد اليوم سرحان ترك الوكالة ومشي قبل سنين بسببي أنا إيه؟ ولما عم قول ترك فبقصد إنه انطرد بسببي إيه؟ أنا غلطت وللأسف لما حاولت صلحها الغلاط تسببت بأغلاط تانية كتيرة صار في سوء تفاهم وما قدر تصلح سوء هالتفاهم اللي صار المهم النتيجة سرحان انطرد من الوكالة وبسببي أنا موحدة تانية موحدة تانية سيراش بصراحة فاجأتني ما توقعتك توضح الشيء موحدة تانية اليوم دجلي علمتني شغلة جديدة إنه الإنسان إذا ما اعترف بكل أخطائه اللي عمله بالماضي ودفع تمنه فما رح يكون إنسان متصالح مع نفسه موسيقى والأهم من هذا إن الواحد بيقدر يتعلم من ابنه مو بس يعلمه شو؟ موسيقى دجلي بنت بنت موسيقى موسيقى هو أكبر غلطة عملته بكل حياتي أني خبيتها هو مقدرة تكون معا كل هالوقت لهيك مستعدت واجه العواقب شو ما كانت شو ما كانت شو ما كانت